حدثني أعقل المجانين عن شخصية كاتب من أبسط الكتاب أهلا بكم أصدقائي بحلقة جديدة من حلقات الشاعر المجنون آراء جامحة حيث نقول ما لا يقال ونقول الكلام الذي لو قيل من قبل ما ما وصل حالنا إلى ما هو عليه الآن في حلقة اليوم نكتشف كنزا خفيا عن الناس كنز لا يتحدث عنه الكثير وحقيقة كونه كنز أن هناك حالة عند القارئ الجديد عندما يدخل إلى مكتبة دون أن يتحدث إلى أحد ويمشي بين رفوف الكتب ويصل إلى كتاب يشده بهالة غريبة أمر غريب مستعجب بغلاف جميل وفي نفس الوقت عجيب لا يدري ما شده في هذا الكتاب أهو غلافه البسيط أم عنوانه العجيب أم أن كاتبه وضع جزء من روحه في هذا الكتاب مقرورا بجزء من بساطته تلتقط هذا الكتاب وتعود به إلى المنزل وتشرع في القراءة غير عالم بمن يكون هذا الكاتب ولا عالم بأي شيء عن هذه الرواية وتبدأ بالاستكشاف الحقيقي لمن يكون قد كتبها ولتفاصيل هذه الرواية وهنا نتحدث عن موراكامي فقد كان التقائي بهاروكي موراكامي بدأ مع رواية كافكا على الشاطئ باللغة العربية وكان هذا سنة 2012 لم يكن أحد قد تحدث معي عن هاروكي موراكامي ولا حتى عن رواياته وحتى لم يكن معروفا بشكل كبير وقتها بين الدول العربية نأتي إلى النقطة قراءتي للرواية والتذوقي لأسلوب روائيا مختلفا عن الجميع أكبر صفة فيه هي عدم التكلف فهاروكي موراكامي ليس متكلفا أبدا في رواياته وروايته بسيطة وهي تلامس وجدانك لأنها قريبة منك فهنا نتحدث اليوم عن موراكامي الرجل الذي قرر أن يكتب وترك عمله في إدارة المقهى الذي فتحه مع زوجته بعد أن عانى كثيرا إلى أن فتحه وعمل عليه تركه وتحول إلى الكتابة حيث كتب رواية بيمبل ونشرها في اليابان وقد كانت باللغة اليابانية بعد أن كتبها باللغة الإنجليزية قام بترجمتها إلى اليابانية وقدم لهم النص فعندما فازت هذه الرواية بجائزة وتحقق أنه كاتب جيد قرر أن تكون هذه الكتابة هي مجرى حياته ومحورها بشكل دائم فوجدنا منه عدة روايات وسنتحدث اليوم عن رواية 1Q84 رواية عجيبة غريبة وفي ذاكرة أنا لن تمحى وهي رواية ستبقى في الذاكرة لتأثيرها القوي وقد تكون هذه الرواية هي ذروة ما كتب موركامي من أعمال في وجهة النظر المتواضعة لهذا أرى أن هذا العمل من أقوى الأعمال للكاتب موركامي سأكون الصريحا معكم فقد قرأت هذه الرواية باللغة الإنجليزية كما ترون أمامكم وليست باللغة العربية لكني واثق من أن الترجمة العربية تقوية وواثق من أن أسلوب موركامي قادر للتأثير حتى على المترجم بذات نفسه ليجبره حتى على الترجمة بأسلوبه وكأن موركامي هو الذي كتب هذا العمل باللغة العربية وليس غيره فمن قراءتي للترجمة الإنجليزية وصلني روح موركامي من خلال روايته وهنا فنتحدث عن السمات البارزة لروايات موركامي أول سمة البارزة في روايات موركامي وهي عدم التكلف أي أنه تجد أن لديه تعابير بسيطة وكأنها من الحياة فتجد وكأن موركامي هو أحد الذين يحاولون تقليد الحكاء العربي وكأنك جالس في مقه تستمع إلى إنسان عنده قدرة على الحكي ليخبرك بقصص لتسمعها لأول مرة بشكل عام ترى أن الصفة الأخرى في روايات موركامي وهي أن جميع شخصياته لا بد أن تدري شيئا عن الطبخ أو موسيقى الجاز أو الموسيقى الكلاسيكية أو قراءة الكتب فهذه العناصر ستجدها دائما في رواياته فستجد هناك شخصيات تحب الموسيقى وشخصيات تحب القراءة وشخصيات تحب الموسيقى مع القراءة ويبدو أن كلهم يجيدون الطبخ خصوصا للرجال فتجد موركامي يرى أن الطبخ مهارة أساسية عند الجميع وبهذا فهو لا يمنح شخصياته قدرات خاصة وخارقة تجعلهم غريبين عنك ولنبدأ الحديث عن رواية وانكويتفور ملخص بسيط للحكاية فلدينا في هذه الرواية عالم غريب عجيب في سنة وانكويتفور فنجد رواية وانكويتفور هي ناينتين ايتفور لكن أزل الرقم التسعة وضع كيو فتصبح وانكويتفور وهي رواية مثيرة للعجب والتساؤلات لا علاقة للرواية برواية جورج أورويل ناينتين ايتفور فلا يجب عليك أن تقرأها لتعرف هذه الرواية لكن هذه الرواية عجيبة لأن تتحدث عن سنة واحدة في عالم حيث يصبح هناك قمران في الليل قمران مشرفان على شخصيتان في مهمتان خطيرتان يقترب فيهما الشخصيتان من نهاية غريبة وعجيبة لأسرار وأخطار رهيبة لن تنساها في حياتك ففي هذه الرواية يقوم موراكامي بوضع شخصياته في حبكة صعبة ومرتبطة وقاسية وفي نفس الوقت سهلة فحبكة الرواية كالتالي هاروكي موراكامي يضع عندنا شخصيتان رئيسيتان وهما تينجو وعومامي تينجو عبارة عن شاب مدرس لمدى ترياضيات وهو متقنا للكتابة ويطمح أن يكون كاتبا محترفا فيشارك في الكتابة لكن قصصه لا تحصل على الجواز التي يريدها في نفس ذات الوقت تينجو يحصل على قصة قصيرة من أحد الناشرين ويخبره هذا الناشر أن هذه الحكاية اللي كاتبها اسمها فوكا إيري وهذه الشخصية غريبة لم يلتق بها الناشر إلى الآن ويريد هذا الناشر من تينجو أن يحاول إعادة كتابة هذه الرواية والتعديل عليها بشكل يجعل من هذه الرواية تستحق أن تفوز بالجائزة وأن تنشر هذه الرواية تحت مسمى فوكا إيري ككاتبة ويكون الكاتب هو تينجو مقابل اقتسامهم للأرباح فيجد تينجو أمامه رواية غريبة عجيبة ليست كبقية الروايات وكأنها تروي عالما عاشت فيه شخصية فوكا إيري الفتاة الكاتبة التي لا يعرف أحد عنها شيئا ويريد تينجو أن يصبر غور هذا العالم ليفهم بالضبط ما هو الأمر العجيب الذي كتبت عنه هذه الروائية التي كتبت رواية واحدة ولم تكتب غيرها فيقوم هو بالتعديل والتنقيح والإعادة مرة تلو الأخرى تلو الأخرى مهمة لو كشفت في اليابان أدى الأمر بأن يحبس تينجو ويحبس الناشر فوجود شيء ما يسمى باللغة الإنجليزية أي الكاتب فلنسميها هنا كاتب مأجور يكتب الرواية لكاتب المشهور وتنشر هذه الرواية تحت اسم المشهور هذا أمر يعتبر في عالم النشر في اليابان جريمة خصوصا أنك ستأخذ ما لا حق لك به وهنا نأتي إلى الشخصية التالية وهي شخصية أومامي أومامي وهي مدربة رياضية لكن خلف تدريبها الرياضي لديها مهمة خطيرة جدا في هذه المهمة تتعرف أومامي على امرأة فقدت ابنتها بسبب رجل أساء إليها بالعنف الجسدي واللفظي والجنسي فقررت أن تنتقم من هذا الرجل وأن تمنحه حياة مليئة بالبؤس وأن يبقى على قيد الحياة وتحرص على أن يفشل في كل شيء يريد القيام به فيبقى هذا الرجل يحيى حياة مليئة بالبؤس والألم ومن هذا المنطلق تقرر هذه المرأة عقد اتفاقا مع أومامي بأن تقوم أومامي بالإجهاز على الأهداف حيث تختار هذه المرأة الرجل الذي تمكن من الإساءة إلى زوجته دون أن يتمكن القانون من محاسبته ودون أن يوجد دليل على إساءته فتنتحر تلك المرأة أو تطلق أو تعذب ومهمة أومامي هي أن تتخلص من هذا الرجل فتقوم تلك المرأة العجوز بتجهيز الأمور وتجهيز الظروف وفتح الطريق أمام أومامي لتلتقي بهذا الرجل لأن أومامي مدربة رياضية ومدربة تدليك فتقوم أومامي بقتل ذاك الرجل والخروج تحت مخطط تلك المرأة العجوز فيقومون بالانتقام من هؤلاء الرجال رجلا بعد آخر عن طريق قتلهم وتحرير نسائهم من تلك العبودية والألم والمعاناة لكن ما الذي سيجمع أومامي بتينغو؟ وهنا نأتي إلى جزء مهم من هذه الحبكة وهي أن تينغو وأومامي كانا وهما طفلان صغيران في نفس الصف يتذكر تينغو طيف أومامي دائما في باله بسبب أن هذه الطفلة أمسكت بيده فأصبحت مسكة اليد تلك وكأنها وصمة على يده تربطه من كل النواحي فمهما عرف من علاقات ومهما وصل من معرفته بالنساء تبقى أومامي حاجزا أمامه في رؤيته لهذا العالم أما عن أومامي فهي تتخيل في يوم من الأيام أن هذه الذكرى تطاردها وأن هذه الذكرى تلاحقها فتسترجع تينغو كإنسان مميز في حياتها لا تدري لماذا تذكرته وما الذي جرى لكنها تشعر بأن ما جرى يقودها تجاه هذا الرجل يدرك تينغو خبرا عن أومامي وما تفعله عن طريق رواية فوكائري التي قلنا سابقا أنه يريد تحريرها وتدقيقها والتعديل عليها فيدرك أن ما حصل مع فوكائري وما كتبت عنه هي تجربة شخصية مع الرجل الذي ستقوم أومامي بقتله فيحاول أن يبحث عن أومامي لمساعدتها وفي هذا العالم حيث يوجد قمران نعيش مغامرة رهيبة لنعرف هل ستنجو فوكائري مما حصل معها وهل ما حصل معها حقيقة وهل سيتمكن تينغو من تحرير أومامي من ذاك الرجل وهل ستقوم أومامي فعليا بقتل هذا الرجل وهل سلتقيان أم لا وسأترك هذا الأمر لك في هذه الرواية رواية 1Q84 هي عبارة عن ثلاثية قرأتها كاملة جزءا واحدا لكنك لن تتوقف عن قراءتها حتى لو وجدت أنها رواية طويلة فأسلوب الروائي فعليا رائع في الجزء التالي نتحدث عن اللغة وفي لغة مراكامي دائما لا تجد شيئا يسمى تصنعا أو تكلفا فهو لا يركز على المحسنات البديعية وإنما يركز على أن يجعلك مندمجا مع هذه الشخصيات عن طريق التعبير البسيط لأفكارها وما تشعر به وما تريد القيام به فتجد أن لغة مراكامي مناسبة لأي إنسان سواء قرأتها بلغة إنجليزية أم بلغة العربية سواء كنت قارئا مبتدئا قارئا محترف يمكنك الاستمتاع بهذه الرواية لأن مصطلحاتها بسيطة وطرق التعبير عنها ليس فيها تكلف فمراكامي لا يحاول إبهارك تحت أي ظرف من الظروف بالأسلوب اللغوي مع أن رواياته تحمل روحا قويا وهناك سبب وراء ذلك لديها علاقة بمجهوده الذي يضعه في اللغة فمراكامي يعمل بجد لكتابة الرواية إلى أن يصل مجهوده أن يخرج الرواية بعد أربع سنين من العمل الدؤوب على هذه الرواية لمراجعة الشخصيات ومراجعة الحبكة ومراجعة اللغة فإن وجدت مجهودا يصله لأربع سنوات من التكرار والإعادة والتدقيق والتمحيص وسيذكر مراكامي جزءا من محاولاته لإخراج الرواية وأسلوبه في الكتابة وأسلوبه في العمل عليها داخل هذه الرواية عن طريق ما يقوم به بطل الرواية تنغو فتنغو بنفسه يحاول القراءة والمراجعة وتطبيق بعض النظريات لكتابة التي تكون هي في الحقيقة كتابات مراكامي نفسه فستجد مراكامي يضع بعض من شخصيته في شخصية تنغو ومن أسلوب تفكيره بأسلوب تفكير تنغو حيث أن شخصيته غريبة بعض الشيء لكنها بسيطة جدا فهذه اللغة التي تقرأها هي حصاد أربع سنوات من العمل الدؤوب وإن افترضنا أن هناك ثلاثة أجزاء في هذه الرواية وهو الحقيقي نرى أن هناك إثنى عشر سنة من العمل الدؤوب على كتابة هذه الرواية وهذه الحبكة وهذه اللغة بهذا الشكل نرى هنا أيضا في الرواية أنه استخدم راوي من منظور الشخصية الثالثة فنحن لا نرى الشخصيات هي التي تروي بل نرى صوتا من خارج هذه الرواية يخبرنا ماذا يجري لأن هناك الكثير من الأحداث حتى الشخصيات الرئيسية لا تدري عن حدوثها ولا تدري عنها شيئا وهنا نأتي للقسم التالي في الشخصيات هنا أمر غريب عجيب حيث أن هذه الشخصيات لا يجد فيها ما يميزها وليست لديها قدرات خاصة وليست لديها أصول غريبة هم أناس عاديون كل ما يميزهم هو طريقة تفكيرهم وردد فعلهم لما يجري معهم فما يجري معهم قد يكون غير عادي لكن تفكيرهم الغير نمطي هو ما جعل هذه الرواية ممتعة وهو ما جعل فيهم صفات بشرية طبيعية تخبركم بأن كل ما قد يجري مع هذه الرواية يمكن أن يجري معكم فلا شيء يميز هذه الشخصيات إلا طريقة تفكيرها فبالتالي هذا أمر يجعلك تنجذب إلى هذه الشخصيات سواء كانت تينجو أو أومامي وشخصياتهم من الواقع فيمكنك أن تلتقي بمدربين رياضيين ويمكنك أن تلتقي بكتاب كانوا يعملون أعمال أخرى كتدريس الرياضيات أو غيرها فهذه ليست شخصية من الخيال لكن في نفس الوقت عند شخصياته هناك جانب له علاقة بعنصر الواقعية السحرية فمركامي في نظري هو رائد الواقعية السحرية في زمنه وفي عصره وهو الآن سيد عصره في أدب الواقعية السحرية وليس أدب الفنتازية ففي أدب الواقعية السحرية التي تراه هنا هناك مخلوق غريب هناك أحداث عجائبية فنرى قمرين في السماء ونرى أقزاما ونرى تقوسا غريبة عجيبة فنرى عالما نتمنى في يوم من الأيام أن يحدث معنا شيء مقابل لهذا العالم أو أن نجد في حياتنا عناصر غريبة مثل العناصر الموجودة في هذه الرواية في عالمنا فهي استطيع موركامي أن يدمج بين سحر الفنتازية البسيط وبين الحياة الواقعية في إطار لن يخرجك عن هذا العالم ولن يخرجك من الواقع الذي أنت فيه فهذه الحكاية حصلت في زمان ما وفي مكان ما في هذا العالم الواقعي الذي أنت تعرفه لذلك سترتبط بهذه الشخصيات ارتباطا وثيقا لأنك لن ترى قدرات خارقة ولن ترى شيئا حصل في هذه الرواية لن تكون أنت شخصيا قادرا على فعله إن حدث معك شيء مشابه فهذه هي سمة موركامي أن رواياته تبدو كالحياة فيبدو وكأنك تنظر إلى حياة واقعية لكنها ملأة بالأفكار والمنطق البسيط والذي في نفس الوقت فريد من نوعها فغرابة وفردية هذه الأحداث وهذه الشخصيات وهذه التصرفات وردات الفعل تجعلك منجذبا لترى طريقة تفكير مختلفة عما أنت معتاد عليه وهنا نأتي لقسم الأخير روايات موركامي ليست بالأمر العجيب والغريب لأنها تذهلك أو لأنها تخرج منك أقصى المشاعر أو لأنها سودوية بل على بساطتها فهي سحرية واقعية وسحرية بأنفس الوقت فهي أكبر تمثيل لكلمة واقعية وسحرية وهنا يقول موركامي أنه لا يدري سبب شهرته فهو عندما كتب الرواية لم يكتبها لجذب أنظارك ولم يكتبها ليظهر أنه إنسان رائع فعندما تلتقي بموركامي ستجد أنه إنسان عادي جدا وستجد أن حياته طبيعية جدا لكن طريقة تفكيره الغريبة وأسلوبه في الكتابة الذي لا يحمل أي تقليد لغيره هو ما جعلك تتابع كتاباته وتتابع شخصيته وهو نفسها للتعرف عليه نجد هنا خبرة طويلة وارتباطا بالموسيقى وارتباطا بالطعام وارتباطا بأنواع معينة من القراءة والكتب وكأنه يحب أن يضع ما ينجذب له قلبه في هذه الرواية فبالتالي ستنجذب أنت أيضا كقارئ إلى هذه الرواية وإلى اهتمامات هذه الشخصيات فتصاب بطريقة ما بالعدوى فقد يكون موركامي هو أول إنسان دلك على بعض المقطوعات والمعزوفات الموسيقية الكلاسيكية أو موسيقى الجاز أو دلك على بعض عنوين الكتب التي تريد أن تقرأها فقط لترى إن كانت هذه القراءة أو هذه الموسيقى ستجلب لك نوعا من الواقعية السحرية وتجعلك تشعر بذلك الجو الذي قد يشعر به الكاتب نفسه عندما يكتب هذه الرواية فمن المثير للجدل أن موركامي مع ثباته في أسلوبه في الكتابة إلى أنك لا تمل منه فأسلوبه ثابت في كل رواياته في الكتابة وشخصياته قد يكونون قريبين بعض الشيء من بعضهما البعض وهناك شخصيات معينة ستجدها تتكرر في كل رواياته ليس بنفس الاسم ولا حتى بنفس الهيئة لكن بنفس الطبيعة فتجد أن هناك شخصية غرائبية يحوم حولها بعض الغموض الذي لا يمكن أن تجد عليه دليل ولا حتى تفسيرا في جميع رواياته فتجد أنه يضع قدرا من الغرابة أشبه بالغرابة الموجودة في هذه الحياة والغموض الموجود فيها لذا تجربة موركامي تجربة هادئة جميلة مختلفة وفي نفس الوقت قادرة على سحبك إلى عالمه تقلب وصفحة وراء أخرى وكأنك تقلب في أيام حياتي هذا الإنسان وحياة ما يكتب عنه فتجد تجربة مختلفة جميلة وشادة فبرواية وينكيو ايتي فور ستجد أنك بعد كل فصل من الرواية تصرخ وتقول كيف هذا كيف تمكن كاتب في رواية واحدة أن يذهلني بكل فصل ويجعلني أرى مشاهد لم أتوقعها في حياتي من قبل وبنفس الوقت سترى أنها منطقية جدا فمنطقيتها تجذبك إلى هذا العالم ومن ثم تفاجأ وتذهل وتعيش الشخصيات النسائية والرجالية بكل إصرار وتركيز وكأنما يجري معك أنت فهذا الكاتب من الهبات الجميلة المختلفة عن غيره والذي يكمن سره في بساطته وعدم تكلفه أرجو أن تكونوا استفدتم من حلقة اليوم وتحفزتم قليلا لقرأة هذا الكتاب وتجربة جو مختلفا عن بقية العالم في كنز خاص بك أنت دمتم أنتم وأصدقائكم وأحبائكم بخير وسلامة يا جنة الأقلاء ترجمة نانسي قنقر